اليوم لما نتحدث عن ما هو موثق كرقم 3 مليون شجرة طبعاً الرقم أكثر بكثير للأسف ودائماً محاولات الاحتلال لمصادرة الأراضي غير المستثمرة زراعياً وأيضاً اقتلاع الأشجار هذا ما يقودنا لأهمية العمل اللي بتقدموه اليوم في العربية لحماية الطبيعة نعم بدايةً نسمحي لأشكر رؤية على استضافتها الدائمة للعربية لحماية الطبيعة ودائماً مفسحين لنا مجال وداعمين مدياً ومعنوياً وشريك إعلامي نفخر فيه على مدى حملاتنا في العشرين سنة الماضية بدايةً بحب أعرف عن أنفسنا نحن حركة خضراء تدعم القطاع الزراعي والبيئي في المنطقة العربية وخصوصاً في فلسطين وفي الأردن بدأنا عملنا بشكل منظم في عام 2003 تحت اسمي العربي لحماية الطبيعة قبلها بعامين كنا بلشنا برنامج المليون شجرة لمواجهة ما يفعله الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وهذه الممارسات من اقتلاع وتدمير للأشجار كانت تؤدي إلى مصادرة وخسارة الأرض الفلسطينية وتهجير المزارعين من أراضيهم نعم يعني حملة المليون شجرة بدأت بالـ 2001 ومن ثم دعت إلى وجود العربية لحماية الطبيعة كمأساسة صحيح صحيح هي كانت البداية طب إذا ما تحدثنا أسما أكثر عن إطلاق حملة أشجار فلسطين بشكل عام ومنشوف أنه سنة عن سنة ما شاء الله عليكم عم بتقوم بجهود كثير رائعة والطموح كثير كبير نوصل 5 مليون شجرة بعام 2025 حكينا أكثر عن هذه الحملة الحملة انطلقت الأسبوع الماضي هي حملة جديدة من نوحة هي ليست الحملة الأولى التي تقوم بها العربية لحماية الطبيعة على مدار العشرين سنة إحنا أطلقنا العشرات من الحملات والنداءات الحمد لله دائما في مناصرين ومحبين وأصدقاء للعربية لحماية الطبيعة بيدعمونا وبيخلونا نزرع كل سنة يزيد الرقم نعم صارنا زرعين ما يقارب 2 مليون 650 ألف شجرة أكثر من ذلك فقط في فلسطين حتى نهاية عام 2022 والعدد لسه يزيد طبعا إحنا من بداية العام من شهرين أطلقنا كمان حملة الحمد لله الشعب الأردني استجاب لها وزرع 34 ألف شجرة في يوم واحد لفلسطين جميل من هنا جاءت أهمية الحملة الرقمية الجديدة التي نقوم بها وهي بعنوان أشجار فلسطين حبينا أن نوسع مشاركة مناصري ومحبي فلسطين وداعمي القطاع الزراعي والبيئي على وجه التحديد وهو مش موضوع ترفي دانا هو موضوع أساسي ومهم لذلك أطلقنا هذه الحملة التوعوية لنشرح لماذا نزرع في فلسطين لماذا ندعو إلى المحافظة على الشجرة الفلسطينية وكيف نحمي الأرض والمزارع الفلسطيني بزراعة شجرة نعم رح نوضح فكرة أهمية زراعة الشجرة بتجذير وترسيخ الوجود الفلسطيني بس بدي أرجع للحملة نعم نحن نحكي عن عدة دول رح تكون مشاركة صحية لكل شخص هالذي يتابعنا كيف يقدر أيضا يكون ضمن الحملة ويساعد ويشارك خلينا نحكي كيف إحنا أطلقنا الحملة إحنا حملتنا هاي رقمية بمعنى إحنا موجودين بشكل إلكتروني حتجدون على كافة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، لينكدين، انستجرام، سناب، تشات، وتيك توك أصدرنا بعد بحث معمق وعمل على مدار أشهر وبالتعاون مع أصدقاء وشركاء وفريق عمل بالأردن بشكل مكثف وفي فلسطين أصدرنا سلسلة من المنشورات، هاي منشورات توعوية أصدرنا أفلام لمزارعين هم مستفيدين من زراعة الأشجار مع العربية لحماية الطبيعة لكن بصلتوا الضوء على القضية لماذا نزرع كل مزارع له خصوصيته هل يقتلع الاحتلال أشجاره؟ هل يصادر أرضه؟ هل يمنعه من الوصول لهاي الأرض؟ كل حالة رح نبينها إن شاء الله في الفيديوهات اللي حتكون موجودة وكمان ليش اللي بخلينا ننتشر بشكل أوسع؟ إنه إحنا موجودين في هاي الحملة بعدة لغات انطلقنا بلغتنا الأم اللي منعتز فيها اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإيطالية وقريبا جدا اللغة الإسبانية ومستمرين في ترجمة منشوراتنا لكل اللغات الأخرى هيك منوصل الهدف والرسالة بطريقة أوسع وأقرب أيضا إلى ومش بس هيك كمان دانا خليني أضيف إنه هاي المرة كان كل هاي المنشورات اللي إحنا عم نعملها أول شي تثري المحتوى الفلسطيني في الموضوع في القطاع الزراعي والبيئي لأنه إحنا في عنا شح في هذا المحتوى وشكل جاذب، معلومة مركزة ومعلومة علمية وموضوعية مش شعبويات ومش كلام إنشائي بالعكس هو كلام علمي ومرجعي كمان إن شاء الله بنأمل إنه يكون نعم، بدنا نحكي أكثر عن أهداف الحملة والمواضيع أيضا اللي رح تتطرق لهذه الحملة ولكن حلو كمان نركز على فكرة إنه الاحتلال استغل قانون البور اللي هو بيصادر الأراضي الغير مستثمرة زراعيا ومن هنا إحنا منركز على فكرة إنه إحنا كل شجرة هي بتعزز وجودنا على هذه الأرض أرضنا بالضبط، هلأ إحنا طبعا بدي أدعو الجميع إنه لما نشير البوستات أو المنشورات على فيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إنه نحط الهاشتاك تبعي الحملة أشجار فلسطين أو تريس فور بالسطين مشان يوصل الصدى لأكبر عدد ممكن وتنتشر أهداف الحملة اللي هي زي ما حكينا نشر الوعي بالقطاع الزراعي والبيئي الفلسطيني وإكمال زراعة المليون الثالث هذا العام إن شاء الله والوصول إلى زراعة 5 مليون شجرة 2025 إن شاء الله حكينا عن قانون البور هلأ لماذا نزرع؟ نحن نثبت مزارع فلسطيني بأرضه الاحتلال بكل أم استغل تشريع قديم كان الهدف منه تنموي واستثماري لمصادرة هذه الأراضي بمعنى يمنع الاحتلال وصول الفلسطيني إلى أرضه ويقلع الأشجار ويسمم التربة لتبقى الأرض بول لمدة ثلاث سنوات أو أقل بقليل حتى يصادرها هيك تسهل المصادرة نحن نحكي هنا عن الأراضي بحسب اتفاق أصله هي مناطق جيم أو مناطق سي اللي هي بجانب المستعمرات وبجانب نقاط التفتيش يصعب على الفلسطيني أصلاً نوصول لها وزي ما بتعرف الشجر بده عناية هلأ وجود شجرة يسمح للفلسطيني بالوصول لهاي الأرض وحمايتها لذلك نزرع الأشجار في تلك المناطق على الصعيد الآخر إحنا مش بس هيك إحنا نسعى بالعربية لحماية الطبيعة لسيادة الشعوب على غذائها وعن طريق الأشجار طبعاً إحنا ما بنزرع أشجار زينة إحنا بنزرع أشجار مثمرة وهي أشجار موجودة في بيئتنا وبتشبه بيئتنا لذلك هاي الأشجار بتساعد بتمكين المزارعين اقتصادياً اعتمادهم على ذاتهم ويعني بتكون مصدر رزق تام بالنسبة لهم صحيح يعني هذا بيقودنا برضو لجانب مهم بالإضافة لمنضوع ترسيخ الوجود الفلسطيني موضوع انعدام الأمن الغذائي وقدش في عنا بطالة سيادة الغذاء اليوم انتو كمان عم تتوجهولها ببرامج خاصة مع في المقابل أيضاً انخفاض يعني خلينا نحكي المساعدات العربية فيما يتعلق بالحفاظ على الطبيعة والبيئة بفلسطين محدودة نسبياً وهون يكمن أهمية عملكم وهدفكم بيئة العربية لحماية الطبيعة خلال هذه الحملة دانا رح نتعرف عن واقع قريب للمزارع الفلسطيني من جهة وكمان الفرد الفلسطيني وكيف يستخدم الاحتلال الغذاء كسلاح واحد من أصل ثلاثة فلسطينيين غير آمن غذائياً إضافة إلى 64% من قطاع غزة فإحنا بزراعتنا لهم ندعمهم ونرفع من سيادتهم على غذائهم وأمنهم الغذائي وبنقلل البطالة كمان ومش بس هيك يعني إحنا كمان المنشورات بحب الكل يتابعها حتكوني بتحكي عن مواضيع تانية في ناس بتحكي لك أنا ما بحب السياسة أو بتعتبر الموضوع سياسي طيب على الناحية البيئية سنتحدث كيف قام الاحتلال باستعمار المناخ وكيف ساهم في تلويث البيئة الفلسطينية وهو بشكل منافق وكاذب كيف يمنع الفلسطيني أصلاً من حماية بيئته ويتبجح أنه هو أخضر ويتجه في مشاريع تطبيعية بيئية في المنطقة وهذا الحكي ليس صحيح يعني ساعد الفلسطينيين بيكون كتير أولى أو يعني هم يرفضون حتى الفلسطيني يستخدم موارده الطبيعية والوصول إلى هاي الموارد واستخدام الطاقة المتجددة مثلاً بأقل تقدير صحيح دائماً تربطوا بين ما يحدث في البيئة وتبعيات الصراعات والحروب والأزمات الممتدة نعم بدي أسمع منك رسالة دعوة للمشاركة بيئة الحملة الرقمية اليوم اللي عم نطلقها طبعاً لزراعة الأشجار بفلسطين شو بتحب توجهي رسالة أخيرة بحب أوجه أول شيء شكر لقناة رؤية وبحب أحكي لمشاهدي رؤية كل شجرة تفرق معنا كل شجرة تثبت مزارع فلسطيني تابعونا انشروا منشوراتنا استخدموا الهاشتاغ أشجار فلسطين والأهم من ذلك ازرعوا شجر في فلسطين سنقوم بعمل شهادة لكل من يتبرع بشجرة أو يتبنى شجرة في فلسطين باسمك أو باسم من تحبين دانا دائماً المجال مفتوح ودائماً منرحب فيكم في العربية لحماية الطبيعة يعطيكم ألف عافية على جهودكم إن شاء الله نوصل إلى 5 مليون وأكثر في عام 2025 شكراً إليك ألف عافية أسمى عواد المرسيقة الإعلامية العربية لحماية الطبيعة